ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صلى على النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الرحمن العشماوي حسب من الهم أن القلب ينتحب وإن بدى فرحي للناس واضطربوا يعني يكفيني من الهم أن القلب ينتحب يعني إيه النحيب اللي هو الصراخ الصراخ مع البكاء ده اسمه نحيب وإن بدى فرحي للناس واضطربوا مسافر في ضروب الشوق تحرقني نار انتظاري ووجداني لها لهبوا كأنني فارس لا سيف في يديه والحرب دائرة والناس تضطربوا أو أنني مبحر تاهت سفينته والموج يلطم عينيها وينسحبوا صلى الله عليه الصلاة والسلام البداع في البيت الأول طباق وحص تقسيم جناس وحص تقسيم طباق وتصريع جناس وطباق طباقها يعني كلمتين عكس بعض حصت تقسيم يعطيع البيت تعطيعا متساويا متوازيا التصريع ده بيكون نهايتها يشطره إلى البيت الأول زي بعض أو الشطرين نهايتهم زي بعض الجناز يعني كلمتين شبه بعض بالضبط بيقول حسبي من الهم أن القلب ينتحب وأين بدى فرحي للناس واضطربه لو لاحظت لقتي نهايتين هنا زي بعض ينتحبوا وتنتربوا . نهايتين زي بعض . ده اسمه تصريع . . هنا همي الجانب갈 . في ايه مع تصريع هنا؟ طباق طباق بين قوله ينتحبوا و قوله اضطربوا . nữa عكس بعض الحزنضرSP بين قوليه الهم وبين قوليه فرحي. الهم وفرحي الهم عكسي عكس الفرح. يبقى هنا عندنا تصريع وطباق في البيت الاول. الصورة بينافي قوليه ووجداني لها لهب في البيت الثاني. تشبيه بليغ استعارة مكنية تشبيه مجمل استعارة تصرحية. رت بالجملة الاول بقول وجداني لها لهب. يعني وجداني لهب لها. وجداني لهب. الشعر هنا صور الوجدان بتاعه صور الاحاسيس بتاعته باللهب. صور الشعر وجدانه باللهب وجداني لهب لها صورنا الوجدان باللهب ده اسمه ده اسمه تشبيه بليغة بيكون فيه المشبه والمشبه به بس مفيش اي حاجة تانية ده اسمه تشبيه بليغة الاجابة الصحة تكون تشبيه بليغة في البيت الثاني اجاز بحذف الفاعل المبتدأ المفعول به اداة النداء مسافر في شروق الشوقي تحرقني طبعا الاجابة الصحة تكون حذف المبتدأ انا مسافر في ضروب الشوقي تحرقني حذفنا انا اللي هي المبتدأ. مسافر هنا عربها هي عربها خبر. يبقى انا مسافر حزفنا انا لهم مبتدأ يبقى يجاز بحزف ايه بحزف المبتدأ. التشبيه في قوله كأنني فارس لا سيف في يده في البيت الثالث. بليغ مفصل مجمل تمثيل. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ايه? هاكون تشبيه مجمل. هنا الشاعر شبه نفسه بالفارس. يبقى الشاعر شبه نفسه. بالفارس كده مشبه اداء التشبيه لي livres كأنه. يبقى التلاتة دول بس لو موجودين دا اسمه تشبيه مجمل هتقل طب دا تشبيه مفصل عشان لسيفة في يده. لسيفة في يده دا واجه ايه؟ واجه الشبه. لأ لا سيفة في يده مش واجه الشبه على الشباب لا يجبepه يكون تمييز او يكون جار ومجرور. يعني مثلا أقول كأني فارس في القوة ، أو كأنني فارس قوة ، يعني مثلا أقول أنا كالفارس قوة ، أنا كالفارس قوة أو أنا كالفارس في القوة حدد العطفة المسيطرة على الشعر وبين أثرها في الألفاظ ، طب العطفة بينة جداً ستكون hätte ايه أعطفة الحزن التي شاء هنا حزين في الأبيات الشعر يشعر بالحيرة والحزن في الأبيات. لما تتيج جاوب على سي收看 هاتقولي وانطق الشعر الفازه لتدل على تلك العاطفة وانطق الشعر والفاظه تدل على تلك العطل وهاتضور على الفاظ الفاظ في القطعة توحي بالحيرة حد النوع البديع في الشطر الثاني مع البيت الثالث الشاطر الثاني من البيت الثالث وبين اثره طبعا ده بأن يسمى حسن ي999 حسن تقسيم يعني تقطيع البيت تقطيعا متساويا قطيعين البيت زي بعض . والحرب دائرة والناس تضطرب ده اسمه حسن تقسيم طبعا يأتي جرسا موسيقيا تطرب له الأذن وتسعد به نفس ويزيد من قوة الفكرة ده أنا مربي على الطرب الأصيل وهو أدجر بين أسلوب التوكيد في البيت الأخير واذكر وسيلته هيكون طبعا أنني مبحر تاهت سفينته الوسيلة هنا هتكون هي هتكون أنة وأن من أدوات أي أنة من أدوات التوكيد قال حفظ إبراهيم ماذا يريدون لقرت عيونهم إن الكنانة لا يطوى لها علم الكنانة يعني مصر ماذا يريدون لقرت عيونهم هم عايزين إيه إن الكنانة لا يطوى لها علم مصر عمرها ما تخضع لحد كم أمة رغبت فيها فما رسخت لها على حولها في أرضها قدمه يعني ما فيش أمة حاول تحتل مصر وقعدت فيها ما كان ربك رب البيت تاركها وهي التي بحبال منه تعتصم لأن مصر دائما ما تعتصم بحبل الله دائما إيه دائما ما تعتصم بالله تتمسك بدين الله الصورة بيانيه في قوليه حبال في البيت الأخير تشبيه بليغ مجاز مرسل استعارة مكنية استعارة تصريحية بيقول ما كان ربك رب البيت تاركها ربنا لن يترك مصر وهي التي بحبال منه تعتصم لأنها تعتصم بحبال الله بحبال الله يعني حبال الله إيه هي الحبال بتاعت ربنا أصل الدين تعتصم وتتمسك بالحبل المتصل بيننا وبين الله اللي هو إيه اللي هو الدين يبقى حبال هنا يا شباب استعارة تصريحية حبال هنا استعارة تصريحية ليه استعارة تصريحية؟ صورنا الدين بحبال صورنا الدين بحبال حزفنا مين هنا؟ حزفنا المشبه وصرحنا بالمشبه بيه عشان كاسمنا استعارة تصريحية ليسمنا استعارة تصريحية شبهنا الدينة بالحبال يبقى الإجابة الصحة تكون استعارة تصريحية الإطناب في البيت الأول إطناب التكرار التزييل ذكر العام بعد الخاص ذكر الخاص بعد العام يقول ماذا يريدون؟ لقررت عيونهم؟ إن الكنانة ليطورى لها علمه طبعا إجابة الصحية والأدقة هنا تكون إطنب التزيل لماذا إطنب التزيل؟ صل على النبي عليه الصلاة والسلام من الأخر opposed إطنب التزيل يعني إيه؟ حавайك Flemei97 عمل هذا الجملة بتأكد ح scree other super القمل يعني تأكد الش况 اللي أبليها هنا يقول ماذا يريدون؟ لا قررت عينهم لها احتلال مصر لن يستطيعوا احتلالي مصر أبدا إن الكنانة ليطورى لها علمه يعني مصر لن تحتل يبقى الجملة دي بتأكد الجملة اللي قبلها هي الجملة قبلها تمة بس احنا هنا ايه بنأكد الجملة اللي قبلها ده اسمه اطناب بالتزيل الغرض بلاغي من الاستفان في البيت الاول التعظيم النافي التقرير السخرية طبعا هنا ما فيش تعظيم هنا مش بيعظم حاجة ولا بينفي ولا بيقرر حاجة الايابة الصح والأدقة تكون السخرية هنا بيسخر من المحتل ماذا يريدون هم عايزين ايه عايزين ايه عايزين يحتلوا مصر دي منسباله حاجة سخرية كده هو بيسخر من المحتل يسخر من المحتل لانه يود أن يحتل ل مصر التي لا يطوى لها عالمه في الشاطر الثاني من البيت الاول اجاز بحذف الفاعل ما فعل به شبه الجملة المبتدأ بيقول ان الكنانة لا يطوى لها عالمه يطوى فعل مبني المجهول يبقى ايه حذفنا الفاعل يبقى اجاز بحذف الفاعل بعدها بيقول تنكير كلمة امة في البيت الثاني افادة تعظيم التخصيص التحقير التقليل بيقول كم امة رغبت فيها فما رسخت في كم دولة رغبت فيها كانت عايزة تحتل مصر كلها فما رسخت عمرها ما عادت فيها طبعا هيا مش بيعظم الامم اللي جاي تحتل مصر بقى مش ننفع التعظيم ولا التخصيص لو كان فيه تعميم كانوا ممكن اختار تعميم لكن مفيش تعميم ومش التقليل طبعا مش ننفع التقليل طبعا فيه امم كتير حاول تحتل مصر يبقى صح تكون التحقير هنا بيحقر من الامم كم أمة رغبت فيها فما رسخت هنا بيحقر الأمم ولكن فيه اختيار كم فيه التعميم كنا نختار برضو التعميم كم أمة رغبت فيها فما رسخت مش أمة واحدة لا دي أمم كتيرة جدا الأسلوب في الشطر الأول من البيت الثاني خبري إنشائي طلبي إنشائي غير طلبي خبري لفظا إنشائي معنى بيقول كم أمة رغبت طبعا دي كم الخبرية وانت بغمط كم الخبرية أسلوب إنشائي غير طلبي كم الخبرية أسلوب إنشائي غير طلبي الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء الخامسة هسريب انشائية её طلبية بيت الاسريب الانشائية غير طلبية ، زي كامل الخبرية والقسم والسطوب المدح والزم كل هم اسريب انشائية غير طلبية نتطابق العنصر الفكري ، ما العنصر يوجدانيay في الأبيات السابقة؟ أوضح ذلك ، ده سؤال مباشر جدا. تطابق العنصر الفكري ماك Oregon's work seen in the previous ten استخدو الكناية من البيت الأول وبين نوعها وسر جماليها طبعا الكناية قلناها ان الكنانة لا يطوى لها علمه. هنا عندنا كناية عن موصوف. كناية عن موصوف وهو ايه? وهو مصر. وعندنا برضو لا يطوى لها علمه دي كناية عن صفة وهي عدم الخضوعي للمحتل. مصر لا يطوى لها علم. دي كناية عن ايه? كناية عن صفة وهي عدم الخضوعي للمحتل. يبين عندنا اتنين كناية. قال عبد الرحمن العشماوي ليس الهوى سلعة تشرى على ملأ ولا تباع ولا يأتي بها الغلب قد يعشق المرء من لا مال في يده ويكره القلب من في كفه الذهب حقيقة لو عاها الجاهلون لما تنافسوا في معانيها ولا احتربوا ما قيمة الناس إلا في مبادئهم للمال يبقى ولا الألقاب والرتب طبعا الشارعزي أكيد أننا نحب 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 الناس مش عشان فلوسها نحبها عشان مبادئة عشان شخصيتها ما قيمة الناس إلا في مبادئهم للمال يبقى ولا الألقاب والرتب البديع في البيت الثاني مقابلة حسن تقسيم جناس تصريع قال بيت الثاني خليك ايه؟ خليك زكي طبعا حفظ نهر خليك ايه خليك زكي بيت الثاني فهوش تصريع تصريع تصريك في بيت الأول بس يبقى إما جناس حسن تقسيم إما مقابلة بيول قد يعشق المرء من لا مال في يده ويكره القلب من في كفه الذهب الجملتين كلهم عكس بعض جملتين عكس بعض يعشق المرء من لا مال في يده يكره القلب من في كفه الذهب الجملتين كلهم عكس بعض ده اسمه مقابلة جملتين عكس بعض يعني مقابلة في البيت الثالث يجاز بحذف أداة النداء المبتدأ الفاعل المفعول به بيقول حقيقة لو عاهل جاهلون طبعا أصده هي حقيقة أو تلك حقيقة يجاب الصح تكون حذف المبتدأ تلك حقيقة أو هذه حقيقة لو عاهل جاهلون لما تنفسوا في معانيها ولا احتربوا يبقى يجاز بحذف المبتدأ التشبيه في البيت الأول مجمل مفصل بليغ ضمنه بيقول ليس الهوى سلعة تشرى على ملئ ولا تباع ولا يأتي بها الغلب طبعا اجاب الصح والأدقة يتكون تشبيه بليغ عشان فيه مشابه ومشابه به بس ليس الهوى سلعة شبهنا الهوى بالسلعة يبدأ تشبيه بليغ عشان فيه المشابه والمشابه به بس ب forbidden مدى الترابط الفكري في الأبيات في الإجابة على استعادنا هنقول كان هناك ترابط فكري واضح هون في الأبيات السابقة فالأبيات كلها تتمحوروا او تدوروا حولها وتشرح الفكرة العامة للأبيات وبعدها هتقول لي عاطفة اللي كانت موجودة في كل الأبيات يبقى طبعا القصيدة كان فيها ترابط فكري حدد وسيلة القصر في البيت الأخير واذكر غرضه ما قيمة الناس إلا في مبادئهم في هنا ما قيمة الناس إلا ما وإلا ده أسلوب قصر إيه بالنفي والإستثناء النفي بما والإستثناء بإلا أسلوب قصر وسيلته النفي بما والإستثناء بإلا غرضه إيه طبعا غرضه التخصيص والتوكيد ووضح نوع الإجاز في الشطر الثاني من البيت الأول في الشطر الثاني بيقول ولا تباع ولا يأتي بها الغرب وطبعا تباع فعلا مبنى إيه فعلا مبنى مجهول إيه إيه إجاز بحذر الفاعل قال محمود غنيم أيها الشرق أزعه نبأا يقرع الآذان في الغرب صداه إيه هو النبأ ده با إن مصر حرة في أرضها إن مصر حرة في أرضها شعبها يبرم فيها ما يراه لم تعد مصر طعاما سائغا لجياع الغرب من شاء طهاه دولة حاكمها من أهلها شعبها الحر من الشعب اصطفاه هو والنصر حليفاني فما سار إلا وهو يمشي في خطاه صلى الله عليه الصلاة والسلام بيكلم عن استقلال مصر البداية في بيت الأول طباق جناس حص التقسيم تصريع أيها الشرق أزعه نبأا يقرع الآذان في الغرب صداه ما تقولش تصريع هنا نهايتين بزاي بعض هنا نبأا وهنا صداه نهايتين بزاي بعض ما تقولش تصريع الإجابة الصحة والأدقة هنا تكون طباق بين قولية الشرق وبين قولية الغرب الاتنين عكس بعض ده اسمه وإيه ده اسمه طباق نوع البيان في قولية أيها الشرق في بيت الأول طبعا الإجابة الصحة والأدقة تكون استعارة مكنية ده استعارة مكنية هنا بالنادي على الشرق أيها الشرق صورنا الشرق بإنسان يسمع النداء استعارة مكنية صورنا الشرق بإنسان يسمع النداء ده اسمه إيه ده اسمه استعارة مكنية أيها الشرق واستعارة مكنية لإجاز في البيت الرابع إجاز بحذف المبتدأ أدت النداء المفاول به شبه الجملة بيقول دولة حاكمها من أهلها طبعا زي كل مرة إجاز بحذف المبتدأ كانت معلش كانت طلب تاني هي دولة حاكمها من أهلها إجاز بحذف المبتدأ وسير القصر في الشطر الثاني من البيت الأول النفي والاستثناء تعريف طرفها الجملة الإسمية تقديم حقه التأخير إنما بيقول يقرعوا الأزانة في الغربي صداه يقرعوا الأزانة في الغربي صداه ومن اللي بيقرع الأزان؟ الصدا يبقى يقرعوا صداه الأزانة يقرعوا صداه الأزانة في الغرب يبقى هنا تقديم حقه التأخير قدمنا الأزان ما فعل به على الفاعل اللي هو صدا هل تحققت الوحدة الفنية في الأبيات؟ طبعا تحققت الوحدة الفنية في الأبيات الأبيات كلها كان موضوعها واحد يبقى نقول تحققت الوحدة الفنية في الأبيات السابقة حيث وحدة الموضوع ونشح هي ونشح الأبيات بعدها نقول وحدة الجوة النفسية ونشرح العاطفة وفي الاخر نقول جاءت الابيات ومترابطة ومتر سلسلة بيين نوع الصورة بينها في شطر الاول من بيت الثالث وبين سيرة جمالها بيقول لم تعود مصره طعاما لم تعود مصره طعاما صورنا مصر بالطعام دايش موين تسمي تشبيه بليخ تشبيه بليخ صورنا مصر بالطعام طبعا سيرة جمالها هيكون ايه هيكون التوضيح صورنا مصر بالطعام سيرة جمالها هيكون التوضيح في الآخر يقول استخدم البيت الثاني أسلوب توكيد واذكر أداته استخدم البيت الثاني أسلوب إيه أسلوب توكيد إن مصر حرة طبعا عندنا إيه عندنا إن وإن من أدوات التوكيد يبقى أدات التوكيد هنا تكون هتكون إن آخر قطع النهاردة قال الإمام الشافعي الناس بالناس مدام الحياء بهم والسعد لا شك تارات وهبات يعني السعادة بتروح وتيجي وأفضل الناس ما بين الورى رجل مين بقى تقضى على يده للناس حاجاته الذي يقضي حوائج الناس الذي يساعد الناس ويحسن إلى الناس لا تمنعنا يد المعروف عن أحد يعني أعطي كل الناس ما دمت مقتدرا فالسعد تاراته قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أمواته صلى الله عليه الصلاة والسلام الصورة بينا في قوله يد المعروف في البيت الثالث طبعا صورنا المعروف بإنسان له يد صورنا المعروف بإنسان له يد يد المعروف هل المعروف عنده يد؟ لا بس المعروف ده كإنه إنسان والإنسان عنده عنده يد يوا دي استعارة مكنية صورنا المعروفة بإنسان فين الإنسان ده حزفناه بس دنا صفهم لصفاته اللي هي اليد يوا الإجابة الصحة تكون استعارة مكنية البداية في الشطر الأول من البيت الأخير طباق إجاب جناس تام طباق سلب جناس ناقص قد مات قوم وما ماتت مكارمهم قد مات ما ماتت هنا جملتين عكس بعض بس إيه جملتين عكس بعض بالنفي هنا في ماتة وهنا ما ماتت دي اسم طباق بس الطباق هنا يكون سلب مش إيجاب طباق سلب مش إيجاب في البيت الثاني إيجاز بحذف الفاعل المفعول به المبتدأ أداة النداء وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته هنا تقضى فعل مبني المجهول هنا حزفنا مين حزفنا الفاعل يبقى الإجابة الصحة إيجاز بحذف الفاعل بيقولوا أفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته لو لكس في الجملة هتلاقي جملة ما بين الوراء مالهاش لازمقائمك يعني لو شلتها الجملة مش هتتأثر يعني لو قلته افضل الناس رجل تقضى على يده للناس حاجاته جملة تفهمت عادي ان فياش اي حاجة يدي اسمها جملة ايه؟ تقضى على يدي الناس حاجاته. عندنا اطناب هنا قوي. هيكون اطناب ايه؟ اطناب الاعتراض. حدد الفكرة الرئيسة في الابيات واثروها في اختيار الالفاظ. طبعا الفكرة الرئيسة هنا هي الاحسان. الاحسان لكل الناس. ايمانت هتقول الفكرة الرئيسة وهتعمل لها يا تعملها شرح سريع في الابيات. وتستخرج كم لفظ من القطعة يدل على فكرة الاحسان. بينا الغرض البلاغي من النهي في البيت الثالث. لا تمنعنا يدا المعروف عن احد. هنا عندنا اسلوب انشائي. نوع نهي. غرضه الحث والنصح والارشاد. لا تمنعنا يدا المعروف عن احد. هنا ينصح الشخص. اخي سؤال حدد وسيط القصر في الشطر الثاني من البيت الثاني. بيقول تقضى على يده للناس حاجاته. اصل الجملة تقضى حاجاته على يده للناس. على يده. هنا قدمنا ايه? قدمنا الجار ومجرور على حاجات. اللي هي نائب فاعل. يبقى قدمنا الجار ومجرور على نائب الفاعل ده اسمه ايه? ده اسمه اسلوب قصر بتقديم ما حقه التأخير. بتقديم ما حقه التأخير. لو عجبك المقطع تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك وتتشر المقطع بين صحابك. سبحانك الله وبحمدك. نشهد لا اله الا انت. نستغفرك واتوب عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.